وفي سياق آخر أثنى رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستو على الجهود التي يبذلها الأردن في دعم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة عبر ما تقدمه المستشفيات الميدانية العسكرية من خدمات علاجية وطبية للأشقاء هناك لافتاً إلى أن قطاع غزة على وجه التحديد بحاجة إلى كم هائلاً من الدعم الطبي لا سيما في مواجهة الأمراض المزمنة وقال الدكتور كريستو في مؤتمر صحفي عقده في عمان أن الوضع الصحي في غزة كارثي حيث أتت الحرب على القطاع الطبي بأكمله حتى شارف على الانهيار وأوضح أن الجيش الإسرائيلي مسنوداً بالطائرات الحربية يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويفرضوا حصاراً كاملاً على قطاع غزة كما يعيق دخول المساعدات بجميع أشكالها إلى المنطقة علاوة على عدم توفر الأمان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع